موسيقى الاستعدادات متواصلة من النادي الاهلي للقاء الترجي التونسي في اياب نهائي دوري ابطال افريقيا ولكن صباح اليوم كان فيه خبر بالتأكيد بنوجه فيه التعازي لرئيس نادي الترجي التونسي وفات شقيقه في تونس والنهاردة ادارة النادي الاهلي متمثلة في الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي والسادة اعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية يتقدمون بخالص التعازي للسيدة الاستاذ حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي في وفاة المخفور له باذن الله شقيق سياته دعين المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخل فسيح جناته ويلهم الاسرة الكريمة الصبر والسلوان ان لله وان اليه راجعون زي ما كنت بكلم حضراتكم في الاعام الاخيرة العلاقات ما بين ادارة النادي الاهلي وادارة الترجي او حتى على المستوى الرسمي او حتى على المستوى الودي بين الكابتن محمود الخطيب والسيد حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي التونسي علاقات على اعلى مستوى والنهاردة يمكن خبر حزين كامل التعزية والمواساة للمسؤولين في الترجي التونسي ورئيس نادي الترجي التونسي في وفاة شقيقه ربنا يجعلها يا رب بإذن الله اخر الاحزان طيب نروح